الديو في الرجالة كترت أو هتلاوها كتير في البرنامج بنحاول نصالحهم يعني حقيقة فيزف ممضوح بنورنا عمر الدي بنورنا بنحاول يا عارف يعني لو يا جماعة احنا مش كده والله يعني ما علينا لأ احنا وبدين هنا دلوقتي انتم بنورنا والله يقولتلكم في الفاصل بنورنا عندنا براند للجزم اسمه مورينا صح كده مورينا ده إيطاليانو ولا هو برسغالي وإيطالياني في نفس الوقت مورينا دي يعني ايه يعني البنت اللي شعراها داكن وفيها يعني لون أمحاوي يا سلام يا سلام طيب احنا مورينا مورينا مبدئين كده محضر لنا طبعا هدايا غير الهدايا حالا وإحنا بنتكلم معاهو هنعمل حاجة زي ايه يعني مش فاشن شو يعني شو كده صغير للموديلات بتاعته مظبوط طيب مين فيكو بيصمم احنا بنصمم سوا فاحنا دايما بنعمل كل الشغل مع بعض انا بمسك اكتر التصميم من وجهة نظر ممكن الرسم وبعدين عمر بيمسك الانتاج اكتر مين مسؤولة عن قلب الجزمة عشان قلب الجزمة ده بيجنئنا قلب الجزمة ده ما مسؤول عندي انت مسؤول عليه مظبوط طيب معلش بتعمله قلب الجزمة ازاي يعني انها دلوانسي كمواطن متبهدل في الجزمة متبهدل ليه بيشك لان كل الهاي هيلز دايما لازم يكونوا مش مروحين الكعب الكعب اي كعب بيكون طبعا يعني مش اي كعب بيكون مريح فاحنا بنحاول ان احنا دلوقتي نطلع ايتم يكون الكعب بتاعه مريح تكوني لابسة حاجة كعب بس مش متعبة في نفس الوقت كعب اللي هو اي 10 سنتي 15 12 20 دا هو الكعب اللي بيكون عريض دايما هتلاقي ان الجزم عندنا الكعوبة فيها عريضة وممكن مش عالية قوي فعشان كده تدي راحة زيادة شوية بتبقى قد اي كم سنتي ممكن 7 سنتي ممكن 9 سنتي بنبدأ من 3 سنتي لحد 9 سنتي بس 9 دا في الحالي اه في اللي موجود دلوقتي بنشتغل لحد التسعة طيب حيك قلت ان حيك اللي بتصمم اه طيب انتو بتعملوا انتو البراند لستات مصبوب وانتو اتنين رجالة مصبوب بتتغشوا من مين بصي هو الفكرة بالنسبالي ان انا طول عمري بشتغل في الموضة يعني من وقت ما اتخركت من الجامعة حد دلوقتي بشتغل انا في الموضة وفي الازياء وانا في امريكا كنت بشتغل في مركات تانية عالمية وبعدين سنية بعدين لقيت ان انا عايزة انقل مصر وبتدي اشتغل على حاجة عشان كده حاجاتكم حلوة اوكي كامل 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 فالفكرة ان احنا يعني بنشتغل سوا ان عندنا افكار كتير والجزم الحاريمي فيها عندك اختيارات كتير اوي تلعبي بيها عندك ممكن الوان وخمات في حاجات كتير اوي المرأة ممكن تستوعبها غير الرجالي الرجالي بيبقى دايما كلاسيكي اوي وماشي اه وماشي في خط واحد دايما وما بيشتروش وايه ما بيشتروش علي صوتك انت موطي صوتك في الجملة ليه ما بيشتروش ما بيشتروش بالزبط ليه بقى الرجالة ما بتشتريش عشان هوا بيشتري لستات لا عشان ستاتهم بتشتري لهم انت ببرنامج هي او بس حضرتك فقالنا ناف يعني بام يالا يالا طيب ايه اكتر الحاجات بس انا من الناسك مؤمنة جدا انه اي قطع انا بلبسها على اللبس مهمة سواء ندارة او جزمة او شنطة او حزام او كذا ايه اكتر الديزاينز ان لو ست الوقتي بتتفرج علينا لبستها كجزمة تنطق الطقم او تفرق معيها او تبقى حاجة مبهيرة هو اول حاجة بس نبعد عن السنيكرز نبعد عن السنيكرز ليه داي علشان السنيكرز بتخلي ما فيش فرق ما بينها وما بين الجزمة الرجالي لكن الحاجات اللي فيها هيلز شوية او شكلها ان هي حريمي شوية بتخلي الشكل المختلف بتغير اي قوت فت اه بس مش هروحي نادي بالهيلز اه ده نادي بس لو انا خارج لو رايح مطعم اه لو رايح كافي لازم يكون حاجة شكلها لازم نتعسف حتى في الجزمة صح كده ولا هيلز عشان كده هزا عماش حاجة مريحة مريحة يا سلام يا جماعة هاي حلوة حلوة ده limited edition zebra حلوة اي ده مو ده يعني السيف اه طبعا هو معمول منه يعني عدد محدود اصدار محدود عشان ما يبقاش كتير وكل حاجة ليها رغم ما يبقاش كتير وحتى العلبة الكارتون بتاعها بتيجي مخصوص مختلفة عن بقية الجزم فانت هتلاقي ان الزيبرا جاي في علبة كارتون جاية limited edition برا الزيبرا ابيض واسود ولا ممكن يبقى اسود ولا هو اللون التاني لأ احنا عاملينه ابيض واسود عشان يبقى حقيقي اكتر مميز اه اوكي والزيبرا هو بس الموديل ده ولا في منه مقفو في منه اكتر من حاجة في منه حاجة مقفولة من قدام في منه حاجة يعني حاجة فلات فاحنا عندنا احنا دايما بنحب نعمل كذا حاجة والله ايه الامر يبقى عندنا اشكال كتير للاس كتير حلوة قوي النوت ده واللون داي دي على كل حاجة على جينز على فانتالون عبيض فانتالون اسود طيب حالك كنت بتقول ايه اه كنت بقول ان احنا بنجرب نخلي يكون في جزمة او صندل او شبشب لكل مرأة يعني ان انت متحسيش ان انت جاي حتلاقي حاجة لشخص معين بس لا اي حد ممكن يشتري من البراند مأسات مورينا من كم لكم احنا دلوقتي من 37 و41 بس هنزود ان شاء الله 36 و42 هنعمل 36 و42 42 و43 و43 على فكرة في كل احنا ده احنا 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 لولا يا لولا احنا 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 دي شفنا الحركات بتاعت مورينا دي حلوة اول جزم جدا ايه اكتر الصندل اللي هو الابيض والاسود جمال جدا الزيب الزيب طب يا روح قلبي مبروك عينا اول هداية من مورينا خليك معي اخذ بياتك في الكنترول معي روان 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 اهلو ازيك روان ازيك ردو عامل عامل ايه روح قلبي الحمد لله او ايدك ورمون كنترول روان شفنا الحاجات بتاعات مورينا ايه جميلة قبل طب يا روح قلبي مبروك علينا تاني هدية من مورينا اه خليك معي اخذ بياتك في الكنترول الكات ووك ده شباب محتاج يتخشن ها انا بس ابل ما مش عشان الجزم جديدة والبتاع ده جديد ففي البنتكت هتاخد تلوات تدرب بلانس في الهواء تعمل براولي فضيع فلو سمحتوا نخشن بس البتاع ده رتاج معنا التالت واحدة هاي رتاج اسمك حلوة قوي انا بحبك قوي وانا بموت فيك وقول لكم سكسك طفل نهارده يا روح قلبي انا قلت عملكوا بقى بجدي وكده ببستانة احمر حياتي شفنا مورينا ايه اكتر حاجة لفتت عجباتك تاخديها من عندهم كلهم حلوية لا مش عايفة كلهم يا رتاجية هيا ديوة اي حاجة اي حاجة طب خليك معا ياخدوا بايتك في الكنترول وهم يناقوا بقى من عندكم وانتو تتعيشوا حياكم وعملنا لهم كل حاجات كنتم جاهزة عشان يقدروا يستخدموها بسوء تانك الخمات الخمات احنا بنستخدم خمات البطانة والفرش الداخلي بيكون جلد طبيعي علشان بيكون اقيم وطبعا بيحافظ على الراحة بتاعت الرجل والحاجات الخارجية الخمات الخارجية في منها خمات بتكون مستوردة وفي منها خمات بتكون سهل ان احنا نلاقي الوان كتير لان مش دايما بنلاقي الوان كتير في الجلد الطبيعي وحاجة مميزة في الخمات كمان ان احنا بنجرب نجيب خمات مش مدرة للبيئة فان احنا بنحب نساعد ان ما نجيبش خمات مثلا مسبوغة بطريقة ممكن مدرة للبيئة بتاعتنا فاحنا بنجرب نجيب الخمات دي مخصوص عندي سؤالين دول اخر سؤالين اكيب طبعا حابسين جدا ايه بقى اوكي هنفترض در بقتي واحدة ماشية كعباها القصر تعملوا ايه بقى يعني نعمل ايه معها اذا كاستومي يعني كعميل اكيب طبعا لينا طريقة خاصة ان احنا نتعامل مع العمر حاصل بكده وبأمانة قول انت سريع هتحصل من اكبر المركات العالمية اه يعني بصي انا شخصيا من مدرسة هي حاصل معي انر وبتحصل في اغلى المركات وارخص المركات احنا بالنسبة لنا احنا عايزين نكون الخامة او الجلد اللي انتوا جايبينه حارة حلقة مش طبعية احنا عندنا العميلة اهم حاجة عندنا فدايما انا بالنسبة لي ان انا عايز اردي اللي قدامي وفي نفس الوقت اتأكد ان هم جاي لهم هم انت بردي دفع حاجة يعني دفع فلوس في الحاجات فعايزين نتأكد ان برضو الانتاج بتاعنا كويس وعالي ان ده ما يحصلش بس لو حصل طبعا يعني احنا عندنا طرق كتيرة بنتعامل بيها بترجع بتعود احنا تبع برضو القانون المصري عندنا 4 طفل يوم تبدال واسترجع طيب السؤال التاني ايه الموضة للجزم يعني ايه الاشكال بتاعت الجزم الموضة اللي في الصيف دلوقتي اللي احنا فيها مقفول مفتوح عالي وطي ايه انواع الخامات الموضة اللي انا لبسها في الجزمة بتاعتي الخامات الموضة اللي موجودة الحاليا الحاجات اللي هيا بتكون واخدى شكل مربع من قدام بيكون مربع عريض شوية وفي نفس الوقت الحاجات اللي فيها كعب والكعب يكون بردو ماشي معها الشكل من قدام يكون عريض عريض الكعب عريض ومش عريض UD مش طلع موضة قوي السنادي والمربع والحاجات الاريح اللي ممكن تتلبس كتير والخمات الموضة ايه؟ جلد التمساح ده موضة جدا وبكل الوانه فده الحلو انك بتلاقي الوان كتير متوفرة ممكن تعرفي تلبسيها تمساح ايه بزبط برافو طيب ناخد هودا هودا هلو؟ هيا هودا ازاي تعمل ايه؟ امر ده انا كويش اتقول ما انتم كويسين انا ممكن اتكلم معاك بس ممكن محدش هيفل الخط معي انا مش سامعة ممكن اتكلم معاك بس محدش هيفل الخط بعد اذنك طب ماليش يا هودا هلو؟ اللي علاقة باللي احنا في ده ولا مالوش علاقة لا يعني انا كنت عايزة اتكلم معاك بقالي القسرة بس يعني انا ايه ب mayonnaise اتوصل معاك هكلمك بعد الحلقة ممكن ناخد هودا يا جماعة ناخد نملة هودا عشان نتكلمها بعد الحلقة وبنتكلم من تليفون ارضي بعد اذنك يا هودا لا أتكلم عن تليفون موبايل ندخل اللي بعده السيلفر أمور تسريفي أو شتوي دي اللي اتنين احنا يعني دول الميولز اللي هم المقفولين طول السنة شغالين طول السنة شغالين طب ومع مفتوح من ورق أستاذ مش مشكلة في الشتا اه والله في الشتا في مصر أصلاح يعني مش جامدة قوي الفكرة بقى انك في الشتا تلبسي مع الشراب ده بتلبس عليه شراب اه وحدش هتري علي لا هتشوفه في التصوير ان شاء الله رأي طي نايا خد انا مش سمعت السوحة ولا مهة 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 يا مهة تعطوها كلكم علي مهة بلدت كلها يوع ها يا مهة ها يا مهة مساء خير يا راحي يا قلبي بحبك يا رضو أولي انا بموت فيكو يا حبيبة قلبي شفنا الحاجات بتاعة مورينا جميلة قوي انا ميفة اكتب هدايا الماما طب وانت لا ماما ماما لا انت وماما مرسي حبيبة قلبي مورينا من ديانا ستة هدايا يعني يا جماعة العبت يا روح دريا خليك معايا خدوا البتاع الفضي ده أمر ها يعني خدوا حاجة عبيت فسود والفضي ده حبيبة قلب ما خليك أمر غيرك يا رضو خليك معايا يا حبيب أمر كنترول كده هدايتين من مورينا فضي الأخر واحدة معنا ندا يا ندا ندا الفضي أمر مش عندهم البتاع ده يا جماعة خدوا كله الفضي أيوة يا ندا ايه يا رضو عام لأ انا محبك قوي وانا بموت فيكو بموت فيكو ننا شوفنا الحاجات بتاعت مورينا وانت أمر وانت أمر وجميلة قوي بجد النهاردة روح أقلبي أنا قلت أملكم بوجودية حالوا البوجودية أرفع الحاجات ايه أكتر لا ده تتحفى ده بقى ده تحفى بقى لا أنتوا حاجتكم بقى الجنينيات ده من أكتر حاجات المباععة شوفنا ندا بصي على الكاميرا ده ندا ندا رحت فين ندا 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 يا جماعة ندا رحت فين ندا طب حد يرد علي يعني حد أطع ندا أنت معايا نونا أيوة معايا شوفنا البتاع الأسود اللي كان موجود دلوقتي ده ده خدي أمر على حقيقة خليك معايا يا روحي ياخد بياتك في الكنترول آخر ده من مورينا نورتونا النهاردة بصراحة يعني أنا كنت تخيلن حاليا قدامي ستات هما اللي بيعملوا ديزاينز دي أنا طبعا أنتوا بعتذر مش قصدي أقل القرص لكن إن بحد فاهم قوي كده في ذوق الست ومطلع الألوان الفضيعة دي والألوان الإن وخامة وبتاع فا بس برضو عايزة بتغش أكيد فيه ستة يعني فيه ستة فاك هو لازم لازم نكون بنشوف حاجات كتير يعني في خطيبة في كل حيات أيوة بس خايفة أيوة أقولوا با كده بعمل الصبح أيوة با نورتونا النهاردة كيب تاب استمروا أعملوا كلاكشن شتوية عظيم تنورونا مرسي على الهدايا الحالودي شكرا شكرا شهداتي عزيزة فواصل قصير ونرجع لكم من هي ونفس